السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدنا مع موضوع ال-relations طيب احنا الآن عملنا اكثر من tags two tags احنا عملناها بس لكن خلونا نشوف اذا اجينا هنا على سبيل مثال عملنا route معين لو تريد تاخذ فكرة ال-relations في ال-lareval لاحظ احنا لو اجينا عملنا مثلا route معين مثلا هذا ال-route اسمه محمد تمام و عندك هذا ال-route نقدر نقول عليه مثلا مثلا ما يحتاج لك controller هنا ممكن نستخدم مثلا function بدأ so function تمام function ممكن نستخدم بدأ له وهذا ال-function في داخل ايش راح يكون و and call us محمد مثلا name هذا ال-function ايش راح يكون في داخل هذا ال-function مجرد انه return راح يرجع لنا على سبيل مثال من ال-app category find على سبيل مثال find شنو اللي find نعم بال-category find one مثلا find one في البوست okay لانو الفنكشن اسمه post اي انت عندك هنا بال-save هذا مطيلة this one لاحظ الموديل this one لاحظ هذا الفنكشن في داخل موجود في داخل الموديل اوكي ف save اذا اذا عملنا عليها التست اكتبنا هنا خلي نكون خارج ال-route حتى نكتب فقط slash محمد لاحظ كيف يظهر طبعا اذا اريد تظهر بطريقة json مرتبة اكثر فتكتب هنا json for matter راح يظهر لك chrome مثلا هنا تمام هاي اضافة ممكن تضيف لل ليش ازالة مفروض اضافة خلينا نعمل ازالة والشي بعدين نعمل اضافة add اوكي and تعال شوف النتيجة not refresh that's it لاحظ طبعا هاي طريقة الرو هاي طريقة البرست array داخل object في داخل المعلومات لاحظ هذه معلومات البوست تمام هذه معلومات البوست لأن الكاتجوري هو موجود فيها فقط id لكن طلع لنا البوست بالكامل يعني الآن لو جينا على هذا قلنا مثلا اثنين وعملنا الرفرش لاحظ طلع لي هذا لو يجينا على سبيل المثال ثلاثة save لاحظ الثلاثة فارغ يعني لا يوجد بوست مربوط مع الثلاثة فانته هنا على سبيل المثال لو يجينا على البوست هذه البوست اوكي اجينا هنا عملنا edit خلي هذا مع الارفل صح لو اجيت بوست اوكي هذا ايضا مع الارفل معدنا اشكرا بيها فلما اجي على one لاحظة هنا categories لا رفل فلات روبي اون ريال والآخر من امور مهامات لاحظ بيطلع لي شنو اللي يطلع لي اياها يطلع لي الكاتيجوري هذا مع اي بوست عند relation اوكي فهنا احنا شسوينا احنا كأنما هنا نطلب الموديل اللي هو category بس كون انه موجد فيها ايضا relation مع البوست فيجي بالبوست اللي موجود في هذا الكاتيجوري او المتعلق بهذا الكاتيجوري اوكي اذا اجينا هنا على سبي مثال اذا اخذنا copy نجي نعمل نعمل اوكي like this home post و نجي هذا على سبي مثال نربط مع flutter and save اوكي فاحنا عندك flutter وال two تمام فنقدر نقول two اوكي and refresh لاحظ اظهر لي احمد معلومات احمد اوكي ليش لان flutter وال two category id رجعنا للflutter اوكي فبهذه الطريقة انت تطلع شنو تطلع الربط علاقة الربط بين ال بين الموديلز يعني انه انت هذا الشي جميل لما تيجي تربط بين اثنين موديلز في هذه الفكرة من هذا انه انت ممكن تنادي تنادي ال post من داخل ال category دون الحاجة انه انت تعمل query طويلة هذا رح يسهل لك عمل ال query تمام بهذا العلاقة طبعا تقدر على سبي مثال اذا جاي نقل نشوف الطريقة السابقة القديمة يمكن ايضا كان يقبل post function object of class هذا لانه شي يقولك انه انت تستخدم object of class ف لهذا يرفض لانه العلاقة الجديدة سمح لك انه تكتب بدون قوس لكن هذا هذا اذا جاي نقل على سبي مثال بدل من اعمل return dd اوكي refresh اه فارز من خطا اوكي لاحظ كيف يظهر لك ايتم and fillable array طلع لك المعلومات طبعا بالكامل لانه يعتبر object اوكي and خلني نستخدم كهذا قوسين لعمل نرف ريش لاحظ كيف طلع لك يا يختلف داخل ال builder ال query لاحظ and ال array where is array 1 يعني معلومات كثيرة هذا ال post array 5 لاحظ اي معلومات بالكامل بمقصد انه هذا سابقا كنا نستخدم لكن الان انت كل تحتاج انه هذا يقدر يترجم لك object of class لكن هذا ما حاجة بعد نكتب القوسين يعني هذا يقدر يطلع لك عشق string بهذه الصور يقدر يطلع لك زين اذا اجينا احنا خلي نقول على سبي مثال نبحث عن post في داخل category فنقدر نقلب الموضوع يعني هنا نكتب post وهنا يكون category طبعا لازم نروح ال post ونشوف شان كتبنا الفسم function posts كان اسم category وين انت وين انت وين انت وين انت لا هذا controller سوري هذا اوكي category كان اسم فقط اوكي حلو فهنا ايضا category اسم فلما نجي نعمل refresh على سبي مثال اوبس اوكي خلنا لازم نشوف رقم post يمكن ما في post هذا نوع خلني نجي هنا نختار post post 4 تلاحظ لا يوجد post 2 4 لما نجي هنا نعمل refresh and ش المشكلة خلني شوف صح صح app post وليس post اعمل refresh that's it لاحظ ظهر عندك منو ظهر عندك الكategory معلومات الكاتيجوري ظهرت عندك دخلنا على post وطلعنا معلومات الكاتيجوري بدتلاحظ شلون يعني اقدر من البوست اطلع معلومات الكاتيجوري لانه هذا الفنكشن ليعمل علاقة بين الكاتيجوري وبين البوست كم جميل انه ما حاجة تعمل كويري كثير لانه انت اصلا الموديلز بيناتهم أكو علاقة فخلونا نوقف هنا نكمل اياكم درس القاتم هنا اقولكم مع السلامة